السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في هذا الفيديو سوف نعرض عليك ماذا قال رئيس الكاف باطلس موت سيبي بعد الإعلان عن البدادين المنظمين لكأس إفريقيا 25 و 2027 لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد إذن بعدما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بقيادة رئيسه باطلس موت سيبي عن منظم بطولة كأس إفريقيا 2025 والذي ذهبت إلى المغرب 2027 والذي ذهبت إلى تنزانيا أوغندا وكينيا والذين سينظمون كأس إفريقيا بملف ثلاثي وبعد الإعلان عن الدولتين خرج باطلس موت سيبي بتصريحات بخصوص انسحاب الجزائر من تنظيم كأس إمام إفريقيا 25 و 2027 وجاء في تصريحاته الجزائر سحبت ملف فطر الشحعة لتمكين المغرب من استضافة الكاني والتحضير لمونديالي 2030 وأنتم مشاهدين شاركونا بتعليقاتكم أسفل الفيديو بخصوص تصريحات رئيس الكاف باطلس موت سيبي اليوم ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد